اشتركوا في القناة منذ انتهاء الكارثة العام الماضي مرجحين وجود اياد خفية وراء الظاهرة اخرون تساءلوا عن اللجان التي شكلت العام الماضي والنتائج التي توصلت اليها مطالبين بمعرفة الاسباب الحقيقية الاصابة تكررت بنفس الوقت وبنفس التاريخ نفس الاصابة مع العام تكررت السنة نفس الوضع متقصدين اما متقصدين ما اعرف هذه الثروة الحيوانية المفروض الدولة تدعمنا لتوقف ويانا لحد يجي لحد السأل لحد واشتغلنا مثل ما تقول العام راح لأول والتالي واشتغلنا السنة من حسابنا من جيوبنا وانطلبنا وتأذينا وانمرادنا وهم تكررت لا يجى مسؤول سأل لا يجى واحد لا مثل ما تقول لا يجدت الصاحة ما ما اكو احد يجي ولا احد سأل عليك يعني حرامات هاي الثروة حرامات جريمة والله جريمة هاي قاعدت تنعدم بهاي الطريقة نسده لحد اسكندرية بس هاي المنطقة دائما انت نصاب بيها صابة يعني فد مره موش لما كان هسا احنا ريض هسا انتوا مجيتوا بس خل تجي اللجان خل تجي تشوف ليش هاي اطنان لا امات الاف الاطنان مواطنان هاي كلها انسا كلها ماتت ولا ابد وهذا السمكة تشوفونه وانتم صوروا الاخفاص وشوفون هسا ريجان الريض وبحسب مختصين فان كارثة نفوق الاسماك خلفت العام الماضي خسائر فادحة بالثروة السمكية وسط عجز تام من قبل مربي الاسماك والاجهزة الحكومية عن فهم او تفسير ما يحصل بالتحديد وقد قيل ان النفوق كان جراء الاصابة بفيروس تعفن الغلاصم بسبب احواض الاسماك غير المرخصة ونقص كمية الاكسجين في الماء لكن ما من سبب واضح وراء نفوق الاسماك هذه المرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر